أهلا بكم من جديد في أولى محطاتنا لهذا الصباح طبعا رح نحكي اليوم في حلقتنا عن بعض النصائح اللي يجب على المزارعين طبعا إنهم يراعوها خاصة في فصل الصيف لما بتكون درجة الحرارة مرتفعة وأيضا المياه بتكون خلينا نحكي إنه منصوب المياه بقل خاصة في فصل الصيف صحيح يعني هاي تفاصيل مهمة كيف يتهم كل المزارعين وكمان كل الناس اللي عندهم يعني يمكن حديقة صغيرة أو مزروعات داخل المنزل خاصة إنه لحظنا ارتفاع شديد في درجة الحرارة الأيام الماضية هاي التفاصيل رح نحاول لإجابة عليها ونبحثها مع ضيفتنا صديقة البرنامج المهندسة ضحى عابدي مديرة الإعلام الزراعي وذات الزراعي سيد صباحك سيد صباحكم صباح المشاهدين صباح المزارعين في وطننا الحبيب فلسطين أهلا وسهلا فيك نورتينا تسلم تسلم وانت كمان اشتاقتين لكم يعني ما تطولي الغيبة علينا صيف شتى مواسم زراعية على طول في تواصل أكيد يعني إن شاء الله أهلا وسهلا فيك طيب خلينا نبلش مثل ما حكينا في المقدمة يعني الأيام الماضية كانت حقيقة ارتفاع ملحوظ ويمكن كمان حتى هذا الموسم موسم الصيف كان فيه أيام مرأة درجات حرارة عالية هادي كلها كيف بتأثر على المزروعات الصيفية تحديدا؟ نعم ألا مثل ما تفضلت يعني إحنا في موسم الصيف وموسم الصيف عادة يعني 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 يتتتالى في ارتفاع درجات الحرارة فتأثير درجات الحرارة أكيد تكون قطاع بيختلف يعني من آخر يعني مثلا خلينا نحكي عن الدواج يعني الدواج الممكن يتصير في عنا قلة في استهلاك العلاف قلة في النمو هشاشة في قشرة البيض إلا في الفقس يعني فقس البيض كمان بقل النمو بيصير لعنا الافتراس كتير في الدواجين بيصير في عنا ممكن إذا ارتفع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية يصير في عنا نفوق في الدواجين يعني يبلش خصوصا الأوزان الكبيرة لأنها ما بتتحمل ارتفاع درجات الحرارة وتكون أكثر حساسية لارتفاع درجات الحرارة عنا مثلا المجترات اللي هي الأغنام والأبقار والماعز بيصير في عنا قلة في استهلاك العلاف زيادة في استهلاك الماء كمان بيصير في عنا انخفاض في نسبة الحليف بحوالي 30% بتنخفض كمان نسبة الحليف كمان ارتفاع الحرارة بيأثر على خصوبة الكباش يعني على الخصوبة كمان في عنا في النحل النحل يعني ممكن نلاحظ أنه استهلاك للعسل إذا لم يتم التغذية فيه النحل بيصير في عنا استهلاك للعسل الموجود داخل الخلية ممكن ارتفاع الحرارة مع الرتوبة يصير في عنا انتشار لكثير من الأمراض كمان داخل الخلية كمان ممكن تتوقف الملكة عن وضع البيض في حال ارتفاع عنا درجات الحرارة فمنلاحظ أنه النحل عم بتوجه لمدخل الخلية لحتى يحدث تيار هوائي يبرد عنا الخلية فهذا بالنسبة عنا للنحل يبقى أنه نحكي على الخضار الخضار ممكن ارتفاع الحرارة مع الرتوبة كمان تكثر عنا الأمراض الفطرية كمان ممكن تأثر على العقد في بعض المحاصيل زي البندورة والخيار بيقل عنا العقد مع ارتفاع درجات الحرارة وكمان الحاجة يعني بيصير للمزارع ضروري أنه يعمل عملية تنظيم في عملية الريف في عملية التسميت في عملية الرشف المبيدات أم تيعطيها يعني بيصير فيه تحكم أكتر داخل المزرعة بالنسبة للبسنة الشجرية البسنة الشجرية بيأثر على العقد في أو خلينا نحكي على العناقيد الزهرية على الشجرة ممكن أيضا ارتفاع الحرارة مع الرتوبة يصير في عنا نشاط للحشرات أكتر وزيادة في الأمراض كمان ممكن على أشجار الزيتون أشجار الزيتون مع أنه ورقها شمعية سميكة يعني بتتحمل درجة الحرارة لكن إيش ممكن تأثير الحرارة يكون بأنه ممكن يعمل تلون كاذب للثمر يعني ممكن يغتر المزارع ويفكر أنه حان موعد القطف لأحنا منيك للمزارع بالنسبة لموعد القطف يستنى وزارة الزراعة لأنه وزارة الزراعة هي الأقدرة على تحديد الموعد المناسب لقطف الزيتون بناء على لجنة معتمدة بناء على يعني معايير معينة لتحديد موعد القطف الأشتاء الصغيرة ممكن تتأثير بارتفاع درجات الحرارة لأنها تكون أكثر حساسية خصوصاً عندنا الأبوغادو، المانغا، القشطة هذول الأشتاء بيكون أكثر حساسية لارتفاع درجات الحرارة يعني المزارع لازم أنه يأخذ إجراءات هناك تفاصيل مهمة لازم الواحد يهتم فيها أكيد دوحا كنت حابة أسأل كمان سؤال فيما يتعلق في اختيار نوع المحصول أو الزراعة اللي حابين إحنا نزراعها في فصل الصيف بتكون محددة أو محدودة في فصل الصيف ممكن لأنه في بعض المزروعات بتكون صعب إنه نزراعها في فصل الصيف خلينا نحكي شو الأكثر المزروعات الممكن نركز عليها في فصل الصيف أو ممكن نزراعها في فصل الخريف لحتى نحصودها في فصل الصيف هلأ إحنا في عندنا طبعا حالياً الزراعات الموجودة هي زراعات صيفية يعني لسا العلورة الخريفية لسا يعني ما بلشتها بتم التحضير إلها عن طريق إنه تعقيم التربة تعقيم التربة والتعقيم الحراري إنه منستغل عنا الشمس لحتى إحنا نقوم بتعقيم التربة حرارياً هذه بتبلش بأشهر الصيف وخصوصاً عندنا في مناطق الأغوار بيبلشوا يحضروا لزراعات عندنا الخريفية لكن الزراعات الموجودة هي حالياً عندنا بتعرف الأشجار البستان الشجرية حالياً موجود عندنا القشطة، المانغا، الأفوغادو يعني هاي الأمور عندنا والخضارة طبعاً البندورة المحمية طبعاً إلها محاصيل عندنا معينة لكن إذا بدنا نحكي على محاصيل ممكن أنها تنزرع أو خلينا نحكي نباتات زينة ممكن أنها كمان تتواجد عندنا في البيت خصوصاً خلال هاي الفترة فإحنا بننصح دائماً الناس إنهم يزرعوا النباتات اللي بتتحمل درجات الحرارة وما بتحتاج كمية كبيرة من زي الصبر خلينا زي الصبريات، الصبريات كتير ممتازة ومننصح إذا كان عندهم أطفال إنهم يختاروا الصبريات اللي ما عليها أشواك لحتى ما يتأذى عندنا الأطفال وإذا كانت موجودة داخل البيت طبعاً ما هو في عملية تهوية يعني أي نباتة زينة ممكن أنها تنحط لكن أنها تكون عندنا داخلية هذا بالنسبة للمحاصيل ونباتات زينة نعم شميل يعني كمان فيما يتعلق بمواعيد الري خلينا نحكي للمزرعات سواء المزارعين اللي عندهم محاصيل كبيرة أو حتى كمان في المنازل والحفاظ على الرطوبة يعني داخل المنازل كمان لنباتات لأنه كتير عم نلاحظ أنه هي بتنشاف وراءها بتصفر كيف ممكن يعني نحافظ عليها داخل البيت وخارج البيت نعم هلأ بالنسبة للموعيد الري عادت إحنا كنا نحكي يعني ممكن في المساء في الصبح لكن إحنا بعد الخبرات وبعد التجارب يعني نحكي أنه المزارع يسئي دائما في فترة الصباح الباكر اللي هي قبل الساعة سبعة أو خلينا نحكي سبعة ونصف يعني بهذه الفترة إنت لما بتعطي دفع على النبتة معناته أنت بتهيئيها لظروف ارتفاع الحرارة فما بتتأثر لكن إذا إحنا سئناها في فترة المساء نبت بتاخد حاجتها هلأ في فترة النهار بيكون ممكن الإصابة في الأمراض تزيد لكن عندنا مع التجارب ومع الخبرات لاحظنا أنه الري في فترة ساعات الصباح الباكر هي الأفضل لأنها بتهيئ نبت لها استقبال الجو الحار وبالتالي ما بيكون يعني انتشار للأمراض هلأ نبتات زينة أنا بحكي مع الخبرة يعني أنا كمان يعني في عندي نبتات زينة في البيت وعم بعمل زي التجارب يعني بجرب إذا كان مثلا بالليل بالنهار أفضل إشي إنه ساعات الفجر يعني بنسبة لنبتات زينة إنه نسقيها ساعات الفجر بنهيئها لفترة النهار لارتفاع درجات الحرارة هلأ بالنسبة للرطوبة يعني إحنا لازم نوازن خصوصا إذا كان في عنا خضر داخل البيوت المحمية أو كان في عنا مثلا مكشوفة خضر مكشوفة لازم نوازن بين ارتفاع الحرارة والرطوبة يعني مثلا البيوت المحمية إذا إحنا بدنا نقلل من الرطوبة ونخفف من درجات الحرارة داخل البيوت المحمية إيش بنحكي للمزارع؟ المزارع يجب أن يقوم بعمليات التهوية داخل البيوت المحمية عن طريق إنه يرفع البلاسك الجانبي أو منسمي المناول المزارع بقولوا له المناول هذا بيرفعه طول النهار هذا بيعمل تهوية للبيت المحمي كمان إنه يغسل الشبك الجانبي من الداخل للخارج بيزيد كفاءة التهوية بيفتح المسامات بيتهول بيت المحمية هلأ بالنسبة للري زي ما حكينا في ساعات صباح الباكر يعطي يروي وكمان إذا فيه خلال النهار ممكن يعطي ريات يعني عدد أكتر بكمية أقل عن طريق الري الرذاذي هذا بيعمل يعني تلطيف داخل البيت المحمية أو التنقيط ممكن هلأ التنقيط ما هي هلأ داخل البيت المحمي إحنا دايماً منحكي الرذاذي الرذاذي هو الأفضل للبيت المحمي على حتى إحنا نوصل يعني نلطف الجو داخل البيت المحمي لكن التنقيط بيكون عن طريق الجذور الهدف من الرذاذي إحنا نلطف الجو داخل البيت المحمي لكن التنقيط بيكون طبعاً زي ما حكينا في ساعات الصباح نعم فيما يتعلق بخطوات وقالية زراعة المحاصيل في فصل الصيف هل تختلف عن الخطوات في فصل الشيطة ولا نفس الشيء؟ طبعاً آليات الزراعة هي في إجراءات لعملية الزراعة في عمليات تحضير الأرض وفي عمليات إضافة الأسمدة في عمليات زرع الأشتال ومتابعتها طريقة زراعة الأشتال كل صنف إلا ومسافات معينة يعني أدعش المسافة بين الشتلة والشتلة هل هي مثلاً على كنتور أو شيء يعني على مصاطب يعني ممكن تنزرع الزراعة داخل البيوت المحمية هي بتختلف عن الزراعة المكشوفة فكل زراعة طبعاً وتختلف من فصل لفصل ولا بتضل نفسها؟ لا طبعاً كل إجراءات الزراعة هي نفسها زي ما حكينا إنه هلأ إحنا عم منبلش نحضر التربة لحتى نهيئها للزراعة عم منقوم بتعقيمها يعني بتعقيم الحراري منستغل منفرد طبعاً بلاستك معين حتى نستغل أشيعة الشمس ونرفع درجة حرارة التربة منقتل دايماً النماتودة اللي بصيب دايماً جذور النباتات منقتل الأمراض الموجودة أمراض التربة وبالتالي منهيئ يعني لموسم زراعي جديد نعم أستاذ الضحى يعني هاد الصيف تحديداً يعني ما هي أبرز الأمراض خلينا نحكي أول فيروسات اللي ضربت المحاصيل الزراعية كمان لأننا نسمعنا مثلاً أنه العنب تحديداً انضرب بالفيروس صحيح هناك ناس كما نحكوا التين بس جبتلنا معها تين ضحجة تينيا هذا تواصل هذا هذا تواصل شو هي أبرز خلينا نقول الأمراض أو الفيروسات اللي صابت المحاصيل الزراعية حلا عادة إحنا رح نحكي بشكل عام يعني لأنه ما بدنا نحكي على جانب معين لحتى ما نخصص لأنه بصير أمور فنية إذا بدنا نحكي بشكل عام ارتفاع الحرارة مع الرطوبة إذا زادت الحرارة مع زيادة الرطوبة بتعمل عنا أمراض فطرية مثلاً عنا الخضر ممكن يصير عنا بياض دقيقة بيصير مثلاً بوترايتس بيصير عنا يعني هاي كل الأمراض الفطرية اللي ممكن إنها تصاب فيها الخضروات كمان ممكن تكثر عنا حشرات ممكن يكون عنا فهور للأمراض الفطرية على أشجار البستنة الشجرية كمان بالنسبة للعنب العنب إحنا عادة مننصح لما ترتفع درجات الحرارة إنه ما نخفف كل الأوراق الموجودة على الأطف لأنه بتصير عنا ما فيه تهوية للأطف وبالتالي منحكي إنه يعني نخلي ورقة ورقتين يتغطي الأطف لحتى تعمل عنا تهوية وتضليل لكن ما نخلي كله يهراء على الأطف لحتى إنه يعني ما يصير رطوبة زيادة على العنب ففيه إجراءات لازم إنه المزارع إنه ياخدها عند ارتفاع الحرارة سواء قبل ارتفاع الحرارة وأثناء ارتفاع الحرارة يعني فيه إجراءات بشكل عام وإجراءات خاصة بكل محصول نعم أنا عندي سؤال بسيمة تعالى قبل عنا بقبل ما ننتقل لموضوع آخر الحفاظ على القطف بيكون يعني خلينا نقول قبل ما يستوي هل أفضل التبكيت أو أنه الرش للقطف أو أنه نخليه بدون إشي هلأ في كثير من المزارعين منلاحظ أنه عملوا عملية يعني وضعها في الأكياس الورق هاي عملية تغليفها فهذه الهدف منها مش أنه إحنا يعني نحافظ الهدف أنه كمان أنه ما تقرب الحشرات عليها أو الذباب أو نحل أو شي يعني لحتى أنه تشوه ثمار العناب فإحنا منبكته ممكن يعني الطريقة تانية أنه إحنا نبعد الحشرات في ناس يعني أكياس البلاستيك بحطوا فيها مية وبعلقوها بمناطق متفرقة في العناب فبتمنع وصول الحشرات لإلها يعني فيه طرق كثيرة كمان إنه ممكن المزارع يستغلها أو يعملها لحتى يمنع الحشرات عليها لكن إحنا أهم إشي بقطوف العناب إنها تكون فيه عندنا تهوية يعني ما تكون محصورة كلياتها بالوراق لا يكون فيه عندنا تهوية يعني طريقة عملية التوريق خلينا نحكي أو أخذ الأوراق هي عمل عام الأساسي في تحديد نجاح ثمار العناب وعدم إصابتها بالحشرات أو الأمراض بس بيكونوا الميات أخذوا الوراق عشان دوالي و وضلش في ورق كثير على الشجرة صحيح إحنا أكيد عملية التقليم يعني اللي بتكون عندنا بشهر تنين للعنب فينا نتحكم إذا إحنا بدنا كمية ورق أو كمية طوف عنب يعني عملية التقليم هي بتحدد يعني إذا إحنا بدنا الهدف هو إنه نحصل على ثمار أو طوف عنب كل الهدف إنه إحنا بصبت نعمل توازن يعني بس عملية التقليمي بتلعب دور يعني على كم عقدة لازم إنه نأقلم يعني القطف فيه مثلا بعض الأصناف حسب الصنف في بعض الأصناف ممكن يتكون على أربع عقاد فيه على ستة فيه على تنتين يعني هيك بتتحكم إنه نمو خدري أو يقطوف عنب كنت حابة أسأل فيما يتعلق بموضوع المزارعين إيش أبرز التحديات اللي بتواجه المزارعين وممكن إنهم ممكن يتوجهوا لكم لوزارة الزراعة هلأ عادة المزارع يعني في البداية إحنا كنا نلاحظ إنه المزارع لما عم نواجه إرشادات يتكاسل أو يتقاعس عن أخذ هاي الإرشادات الزراعية وبالتالي إنه يأثر على محصوله الزراعي وممكن يسبب خسائر لكن إحنا لاحظنا من خلال يعني السنوات السابقة الثلاث سنوات ماضية منلاحظ إنه المزارع عم يأخذ هاي الإرشادات بعين الاعتبار وبالتالي ألل من الخسائر الموجودة على محاصيل الزراعية حتى يعني نهاية الـ 2017 الحمد لله يعني نحكي يعني الخسائر لا تذكر يعني كانت قليلة هي عبارة عن خطأ إداري ممكن ما مش حاطة تما تور كهربا يعني هاي كانت الخسائر لكن كخسائر يعني تذكر على القطاع الزراعي قلت قلت مقارنة مع السنوات الماضية طبعا المزارع بيواجه أكثر إشي تحديات عندنا الاحتلال الإسرائيلي خصوصا للمزارع الموجودة خلف الجدار وأنه ما بيقدر يوصلها إلا خصوصا مثلا عندنا الزيتون ما بيقدر يوصلها إلا بموسم القطف وبعد تنسيقات ما بين الارتباط الفلسطيني وما بين المديريات الزراعة والجانب الإسرائيلي وبالتالي يعني بتمكن نسعتها المزارع من الوصول للمزارع ولكن بمواعيد معينة ويكون في إغلاق للبوابات فهي من أكثر التحديات اللي بيوجهها عندنا المزارع كمان عندنا قلة المياه يعني بعض المناطق بيكون عندنا شح في المياه أو قلة في المياه بس المزارع عم بيبتكر أشياء جديدة المزارع عم صار يتوجه لوجود برك مياه تكون طبعا قريبة من بيوت المحمية وبالتالي هو يستغل هاي المياه في مزارعين عم بزرعوا كمان أو بيربوا أسماك داخل هاي البورك وبيستغلوا مياه تربية الأسماك في رأي المزروعات فالمزارع عم بيبتكر ووزارة الزراعة عم توجد الأشياء الممكن تمكن المزارع من أنه يستغل المياه ويوفر لمحصوله أو لثروت الحيوانية عندنا مياه نقية كثير حلو يعني ومهم جدا كمان أنه المزارعين يتابعوا مع وزارة الزراعة ويستفيدوا من كل هذا الجهود وكل هاي النصائح اللي بتقدمهم مياه لحتى يكون بالنهاية يعني أهم شيء إحنا عندنا المنتج والمحصول يكون سليم أكيد وأنا بأثني على كلامك ألا أنه إحنا في عنا يعني من 2005 إحنا عم نعمل من 2015 عم نعمل برنامج اللي هو رسائل إرشئادية عن طريق الجوال ترسل لأكبر عدد من المزارعين حاليا مسجل عنا 19 ألف مزارع ففي حال الأشياء الطارئة يعني إحنا في تواصل مع الأرصاد الجوية إذا في حال إرتفاع حرارة إنخفاض حرارة بنبعت قبل يعني الموعد الإرتفاع الحرارة أو إنخفاض الحرارة هاي رسالة إرشادية المزارع بأخذ حذره وبعمل إجراءات الوقائية جميل ممتاز هاي تشبيك يعني كمان عملية تشبيك ما بين وزارة الزراع وما بين المزارع للوصول لأكبر شريحة ممكنة بوقت قصير لهك إحنا بنحكي للمزارع اللي ما بتوصلوا للخدمة الإرشادية عن طريق المزارع ممكن يتوجه لمديرية الزراع ويعطيهم رقم جواله إذا بحبه يستفيد ما هاي الخدمة هي طبعا مجانة يعني لا تخصم من رصيبه هي مجانية رح يستفيد من هاي الخدمة نعم جميل إذن يعني شكرا إلك ولا وقتك ضحى لكل ما تفضلت به بمعلومات وإحنا دائما نطمن عاليا جهدكم ويعني تعبكم في هذا المجال تحب ضيفي أي شيء بالخدام؟ أنا بحب أحكي للمزارعين خصوصا عنا النحالين اللي عندهم مشاريع صغيرة نحكي لهم أنه يعملوا على توسيع مدخل الخلية لحتى يزيدوا الدهوية كمان يعملوا فتحة سفلية أسفل الخلية وكمان يحطوا الغذيات فوق العاسلة هذا بيعمل عزل يعني داخل الخلية وكمان يعملوا إذا كان المزارع ما قام بعملية القطف للعسل ممكن يغذي بنسبة 2 ماي لواحد سكر لكن إذا تم القطف ممكن يغذي بنسبة 1 لواحد يعني زيادة عنا مكثفة أو خلينا نحكي إشي مكثف نحكي كمان للمزارعين خلال هذه الفترة ممكن أنهم يعملوا البقايا من الأمراض يعالجوا الأمراض خصوصا في النحل عنا الفاروة ممكن يستخدموا عنا الأوكزاليك بنسبة 2.5 غرام لكل لتر محلول سكري للخلية الواحدة هذا بالنسبة عنا للنحل معنا وقت سريعا نحن نحكي زي ما حكينا للمياه في فترة الصباح بالنسبة للتهوية حكينا للبيوت المحمية بالنسبة عنا للدواجن بننصح بزيادة عدد المشارب للدواجن في حال ارتفاع الحرارة دهنا أسطح سواء البركسات أو البيوت المحمية بلون عاكس للحرارة أو أنه نرشها بالاتراب هذا بيعمل عنا تضليل داخل البيوت المحمية وكمان يعني دهانها بالمواد العازلة بيخفف من الحرارة داخل عنا البركسات ينصح كمان برش جوانب البركسات بالمياه وبشكل محيطي أو توقي يعني على بعد مترين من حوالين البركس ممكن يرشوا المياه هذا كمان بيلطف الجو الداخل عنا البركس وأهم إشي بالنسبة للثروة الحيوانية والدواجن أنهم يرفعوا العلاف في فترة الذروة اللي هي فترة ارتفاع درجات الحرارة ويتم تقديم العلاف في فترة الليل أو الصباح عنا الباكر هذه أهم الإرشادات للإخوة والمزارعين في حال ارتفاع درجات الحرارة شكرا لك كمان مرة مهندسة ضحى عابدي شكرا لك على هذه المعلومات نتمنى أنه كل المزارعين يكونوا يستفادوا من هذه النصائح وكمان حتى ربات البيوت واللي بحبوا يزرعوا داخل المنازل شكرا لك ياتيكم العافية وشكرا لكم والله تواصلكم أهلا بك دائما مشاهدين يخلي نحن لفاصل قصير ومكملين معاكم